اشتركوا في القناة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وخلال اللقاء أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واعتزازه بالجهود الدؤوبة التي واصل سموه بذلها لخدمة مملكة البحرين ودعم مبادرة العمل الحكومي التي تعزز عملية التنمية ومتابعته لإنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى كما أثنى جلالته على المشاركة الإيجابية من أهل البحرين الكرام في الإقبال الكبير على التصويت في انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية والذي عكس ولاءهم المخلص لوطنهم شاكرا جلالته لهم مواقفهم الوطنية المشرفة معربا جلالته عن تقديره لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في هذه الانتخابات كناخبة ومترشحة مشيدا بفوز ثماني نساء بعضوية المجلس النيابي وثلاث نساء بعضوية المجالس البلدية مما يؤكد الاعتزاز بدور المرأة البحرينية في مسيرة البناء والتطوير وفي النهج الديمقراطي المتقدم ووجه حفظه الله ورعاه الشكر إلى كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية التي تميزت بالنزاهة والشفافية وأشهد حضرة صاحب الجلالة بالنتائج الطيبة والمثمرة للاستضافة الناجحة لمملكة البحرين لمنتدى حوار المنامة مؤكدا جلالته التزام مملكة البحرين ملتقى السلام بمبادئ السلام والحوار والتعايش والحرص الدائم على دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والازدهار اشتركوا في القناة